الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة آمن الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات في إحاطة إعلامية جديدة حول الأوضاع الصحية في الدولة ومستجدات مرض كوفيد-19. جمهورنا الكريم، تستمر ولله الحمد الجهود الوطنية في كافة قطاعات دولتنا وتحت متابعة من قيادتنا الرشيدة لتوفير سبل الوقاية والحماية لمجتمع دولة الإمارات. ولدعم الأبحاث والمجتمع العلمي ورفض القطاع الصحي بأحدث التكنولوجيا للحد من انتشار مرض كوفيد-19. ضمن هذا الإطار وفي وقت يتسابق فيه علماء العالم للوصول إلى أسرع التقنيات وأدقها لفحص الحالات المشتبه بإصابتها ولتعزيز قدرات الفحص والكشف المبكر. أعلنت دولة الإمارات ولله الحمد عن تطوير أداة جديدة تتيح إجراء فحوص جماعية فائقة السرعة في خلال ثوان بتقنية تسمى تقنية دي بي آي مبنية على الليزر. والهادفة إلى التعرف على فيروس مرض كوفيد-19 خلال ثوان. هذه الخطوة التي تأتي بالشراكة بين القطاع الحكومي متمثلاً بوزارة الصحة ووقاية المجتمع والقطاع الخاص المتمثل بمختبر كوانتليز. تدعم الجهود الوطنية وبرنامج الكشف المبكر عن الإصابات وتوسيع نطاقها. كما تعزز هذه التقنية دور ومكانة دولة الإمارات في دعم الجهود العالمية ودعم الأبحاث والابتكار والتكنولوجيا. ولنكون دائماً في مقدمة الدول ذات الجاهزية العالية في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث الصحية بإذن الله. جمهورنا الكريم، تستمر فحوصات كوفيد-19 على مختلف شرائح المجتمع وفي كافة إمارات الدولة. وقد وصل عدد الفحوصات الجديدة إلى 43,732 فحصاً. وكشفت هذه الفحوصات عن 941 إصابة بمرض كوفيد-19. جميعها تتلقى العلاج والرعاية الصحية الطبية اللازمة. وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة حتى يومنا هذا إلى 26 ألفاً وأربع حالات تشمل المتلقين للعلاج والمتعافين وكذلك حالات الوفاة. جمهورنا الكريم، تستمر حالات الشفاء والتعافي والحمد لله. إذ نعلن اليوم عن شفاء 1,018 إصابة بمرض كوفيد-19 ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 11,809 حالات. لكن يؤسفنا أيضاً الإعلان عن وفاة 6 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بمرض كوفيد-19. بذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 233 شخصاً. ومع هذه النتائج يصبح عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 والتي ما زالت تتلقى العلاج 13,962 حالة من جنسيات مختلفة. نتمنى لهم جميعاً الشفاء العاجل بإذن الله. ونذكركم إخواننا وأخواتنا بأهمية الالتزام والتعاون واتباع الإرشادات الصحية والوقائية. إخوتي وأخواتي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر وضمن الجهود الوطنية والإجراءات الاحترازية ومستجداتها سيكون معنا اليوم دكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والدكتور فريد الحسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الشامسي المتحدث الرسمي عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور سيف جمعة الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أتواجد معكم اليوم لتوضيح بعض الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها بالتزامن مع تعديل أوقات برنامج التعقيم الوطني خلال فترة عيد الفطر والإجابة على بعض استفسارات الجمهور ووسائل الإعلام عن الإجراءات المتبعة خلال تلك الفترة رصدنا كثيرا وحتى قبل الإعلان عن تعديل برنامج التعقيم الوطني مطالبة العديد بضرورة الإعلان عن الحظر الكلي في الدولة واستمراره طوال اليوم ونود التأكيد هنا بأن أي قرار يتم أخذه خلال الظروف الحالية يأتي بعد بحث ودراسة شاملة ومنها قرار تعديل أوقات برنامج التعقيم الوطني خلال فترة عيد الفطر والذي جاء بعد النظر في جميع المعطيات المتوفرة على أرض الواقع وعلى رأسها مدى استعداد وجاهزية مختلف القطاعات والأنشطة في الدولة لاستقبال الجمهور والحفاظ على سلامته خاصة منافذ البيع ومراكز التسوق وغيرها والتي تم التأكد من تطبيقها لجميع الإجراءات الاحترازية من تباع الجسدي والحفاظ على نسبة معينة من الطاقة الاستيعابية وغيرها كما تم في هذا الاتصدد النظر في عدد من العوامل الأخرى منها حاجات القطاعات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين استمرارية الأعمال والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع استفسار وردنا من نشرة أخبار الإمارات في تلفزيون دبي تسال عن التوقعات بشأن التزام الأفراد خلال فترة العيد وهل سيكونون على قدر المسؤولية ويتجنبون التجمعات العائلية في صباح أيام العيد خاصة مع تزايد حالات الإصابة في شهر رمضان بسبب التساهل وعدم الاكتراث بالإجراءات والتداوير الوقائية نود أن نؤكد مجتمع دولة الإمارات كان منذ اليوم الأول على قدر المسؤولية وقدم صورة مشرفة في التقيد بالإجراءات الوقائية وتكاتف مع الحكومة في جميع القرارات التي تم اتخاذها ونحن على ثقة باستمرار هذا التعاون بإذن الله من المواطنين والمقيمين وتقيدهم بالإجراءات الوقائية خلال فترة العيد وهذا لا يمنع بأنه كان هناك بعض التجاوزات من قلة من الأفراد سواء من خلال تنظيم التجمعات أو عدم التقيد بالإجراءات الحجر الصحي وغيرها مثل هذه المخالفات المعدودة نتمنى أن تختفي تماما ونسعى جاهدين على الحد منها وتعزيز الوعي بمخاطرها على المجتمع والأفراد تمنياتنا أخيرا في هذا الإطار بأن يلتزم الأفراد خلال فترة العيد ويبتعدوا عن التجمعات وأي مخالفات قد يكون لها أي أخطار على المجتمع وخاصة وأن هناك جزاءات وإجراءات قانونية سيتم اتخاذها بخصوص المخالفين استفسار وردنا من الدكتور محمد الكتبي على وسائل التواصل الاجتماعي يسأل عن السبب من وراء التجمعات بالامتناع عن توزيع العيدية خلال فترة العيد خاصة وأنه لم يتم منع التداول بالعملات النقدية فيما دون ذلك جاءت التوجيهات بالامتناع عن توزيع العيدية خلال فترة العيد كإجراء احترازي خاصة مع وجود بعض الدراسات التي تحدثت عن احتمال انتقال فيروس كورونا المستجد عن طريق تداول العملات الورقية ولو بصورة ضئيلة في حال عدم غسل يدين أو لمس الوجه كما تم أخذ الأخذ بعين الاعتبار أن الفئة المستهدفة من العيدية هم الأطفال والصقار السن والذين قد لا يكونوا على قدر كاف من الإجراءات الوقائية والمخاطر المترتبة على هذا الموضوع وبصورة عامة ننصح بتقليل التعامل بالعملات النقدية والاستعانة بالخيارات الإلكترونية المتوفرة عند الدفع للتجنب أي مخاطر استفسار آخر ورسلناه من العديد على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتساءل البعض عن سبب عدم إقلاق المراكز التجارية خلال فترة العيد خاصة وأنها قد تكون سبب للتجمع والازدحام للكثيرين خلال فترة العيد قرار فتح المراكز التجارية في أوقات معينة خلال فترة العيد جاء بعد التأكد من تطبيق هذه المراكز لجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس منها أن لا تتجاوز نسبة المتسوقين عن 30% من السعة الاستعابية الإجمالية والمحافظة على المسافة الآمنة المتمثلة بمترين وفق مبدأ التباعد الجسدي وحضر دخول كبار السن فوق الستين عاماً والأطفال دون الثانية عشرة إلى هذه المراكز بالإضافة أن لا تتجاوز مدة التسوق عن ساعتين ونحن سنعمل على التأكد من تطبيق هذه الإجراءات خلال فترة العيد في المراكز التجارية وكل ناثقة بتقيد المواطنين والمقيمين بهذه الإجراءات خلال تواجدهم في مراكز التسوق استفسار آخر رصدنا أيضاً من الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بممارسة الرياضة خلال فترة عيد الفطر حيث تساءل البعض عن إمكانية ممارسة الرياضة خلال فترة التعقيم الوطني نود هنا التوضيح أن السماح بممارسة الرياضة فقط من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءاً التباعد الجسدي لمسافة مترين ولبس الكمامات الأخوة والأخوات أخيراً نهيب بكافة أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية خلال فترة العيد وبرنامج التعقيم الوطني خاصة أن التزامكم وتعاونكم هو عامل نجاح أساسي لهذه الأجراءات والحد من انتشار الفارس وتجاوز هذه المرحلة بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته قياده وحكومة وشعباً وشكراً لكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد معكم عبد الرحمن الشامسي المتحدث الرسمي عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ترفع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أسمى التهاني والتبركات إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى العالم أجمع بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات الإخوة والأخوات سيمر علينا عيد الفطر هذا العام ونحن لازلنا نعيش في ظل ظروف استثنائية تتطلب من الجميع التعاون والتآذر والتكاتف لنحول معاً هذه المحنة إلى منحة وهذا الوباء إلى شفاء بعون الله تعالى من خلال التعامل الواعي مع متطلبات المرحلة وحسن الاستجابة إلى التعليمات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة بالرغم من حرصنا في كل عام على أداء صلاة العيد في المصليات والمساجد إلا أننا وحفاظاً على حياة الناس وسلامتهم وبناء على فتوى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي سنؤدي صلاة عيد الفطر هذا العام في البيوت مع أسرنا وأهلنا ليكون عيدنا أكثر أماناً وسلامة للجميع بإذن الله تعالى ووفقاً للآتي أولاً سيستمر تعليق فتح ودخول المساجد في الدولة وستقوم جميع مساجد الدولة ببث تكبيرات العيد قبل موعد الصلاة بعشرة دقائق إظهاراً لشعيرة العيد وإبرازاً للفرح والسرور بما أنعم الله به علينا من صيام هذا الشهر الفضيل ثانياً ستقام صلاة العيد في البيوت دون خطبة فبعد الانتهاء من بث تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت في المساجد سينادي المؤذن صلاة العيد في بيوتكم إعلاماً للناس بحين موعد صلاة العيد ثالثاً بالنسبة لكيفية صلاة العيد فهي كما بيّن أهل العلم ركعتان يكبر المصلي في الركعة الأولى منها بست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وفي الركعة الثانية بخمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام ويكون التكبير قبل القراءة متوالياً ويصليها الرجل منفرداً أو إماماً في أهل بيته ومن أراد التوسع في معرفة الأحكام الشرعية لصلاة العيد فيمكنه الرجوع إلى المقطع التوعوي الذي نشرته الهيئة عبر مختلف قنوات التواصل لديها أو من خلال التواصل المباشر مع المركز الرسمي للإفتاء في الدولة عبر ختماته المتنوعة كما نذكركم بأهمية الحرص على إظهار الفرح والسرور بالعيد والتعامل مع الظروف الراهنة بإيجابية من خلال تبادل التهنئة بالعيد مع الأسرة والأقارب والجران والأصحاب عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مع البعد التام عن الزيارات المباشرة واللقاءات العائلية التي اعتدنا عليها في كل عام حفاظاً على صحة أهلنا وأحبابنا ومنعاً لأن نكون سبباً للإضرار بهم خاصة بركة الدار من كبار المواطنين والمقيمين أو من الأطفال والمرضى وغيرهم وأخيراً ننتهز هذه الفرصة الكريمة لنؤكد على شكرنا وامتناننا لخط دفاعنا الأول على جهودهم العظيمة التي يبذلونها في خدمة البشرية جمعاً داعين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويسددهم في مواجهة هذا الوباء وأن يشافي كل مريض ويعافي كل مبتلاء حتى يعود الناس إلى حياتهم واستقرارهم ونمائهم إنه سميع مجيب وكل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة الإخوة والأخوات تعد دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم من ناحية عدد الفحوصات للفرد الواحد ونفخر بمبادرة قيادتنا الحكيمة وتوجيهها الأخير بإجراء الفحص المجاني لجميع مواطني دولة الإمارات بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض ودعم لهذه التوجيهات أطلق القطاع الصحي مبادرة وطنية تستهدف دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى احتواء وباء كوفيد-19 في الدولة وبتوظيف التقنيات الحديثة للحد من انتشاره ويمثل أحد هذه الأدوات تطبيق الحصن دعونا اليوم نطلعكم على تفاصيل هذا التطبيق وأهميته لمجتمع دولة الإمارات المنهجية المتبعة في اختبار الأفراد وتتبع المخالطين وعزلهم ووضعهم في الحجر الصحي تعد أداة فاعلة من شأنها أن تحد من انتشار مرض كوفيد-19 وتخفف القيود المفروضة على أنشطة حياتنا اليومية وهذه المنهجية هي الأكثر فعالية ودقة من حظر التجول وعمليات الإغلاق الواسعة اليوم لدينا تطبيق يساعدنا جميعاً في معرفة نتائج الفحوصات الطبية وتمكين الهيئات الصحية المعنية من تتبع مخالطي الحالات المصابة لاحتواء الفيروس وبسرعة وكفاءة عالية نجاح هذه الأداة معتمد وبشكل رئيسي على استخدامه بين الناس وهذا يعني أن أهداف التطبيق لن تتحقق بالمستوى المطلوب ما لم يقم من 50 إلى 70% من سكان الدولة بتحميل هذا البرنامج واستخدامه على نحو فعال ولهذا ننصح الجميع لاستخدام التطبيق لأنه وسيلتنا الأسرع لتسوية منحنة انتشار الفيروس ولتحصين أنفسنا وأحبتنا ومجتمعنا يستخدم التطبيق تكنولوجيا الذكاء الصناعي لضمان أعلى مستويات الخصوصية من الخلال الحفاظ على سرية معلومات المستخدمين وهو متوفر بعدة لغات العربية والإنجليزية والهندية بما يتيح وصوله إلى غالبية سكان دولة الإمارات لذلك تطبيق الحصن يجعل عملية تتبع المخالطين أكثر سهولة لاحتواء تفشي الوباء بشكل أسرع وحماية جميع أفراد المجتمع طبعا عملية تتبع المخالطين ليست جديدة فقد أثبتت فعاليتها على مدار العقود السابقة فالسيطرة على الأمراض المعجية المختلفة حول العالم بما في ذلك مرض إيبولا ومتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد سارس وأيضا متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس يتم تطبيق آلية تتبع المخالطين من خلال تحديد الأفراد الذين تواصلوا مع هذا الشخص الذي أثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19 في دولة الإمارات قد يستغرق تتبع مخالطي الحالات المصابة قبل استخدام التطبيق إلى أكثر من 48 ساعة وتستلزم هذه الآلية كم من هائلة من الموارد كما تعتمد على ذاكرة الناس وعلى صدقهم في بعض الأحيان إذا كانت نتائج فحوصات كوفيد-19 إيجابية لشخص ما فسيطلب منه من قبل الجهات الصحية على تحميل قائمة تعريفات التتبع الآمن المشفرة عبر هاتفه خلال الـ 21 يوم الماضية لتتبع الأشخاص المخالطين الذين تم التعامل معهم في الفترة السابقة وستقوم الجهات الصحية لاحقاً بتحليل البيانات والتواصل مع الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس الأخوة والأخوات وردتنا بعض الاستفسارات من الجهات الإعلامية سنتطرق لبعض منها للإجابة عليها سؤال وردنا من برق الإمارات هل ثمت نية لطرح برامج توعية خاصة برفع مناعة الجسم لدى الأطفال ولدى كبار السن طبعاً من الضروري التركيز على كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات المرض وهو المحور الأساسي لبرامج التوعية المختلفة التي تم الإطلاق عنها في الفترة السابقة وتتواصل جهودنا في التركيز والوقاية على هذه الفئة المهمة في المجتمع النصائح الرئيسية التي نركز عليها دائماً في توعيتهم هي الاستمرار بغسيل اليدين والتنظيف وتعقيم الأسطح والتركيز أيضاً على تغيير بعض الممارسات المجتمعية مثل تجنب السلام والتحية المباشرة والحفاظ على مسافة التباعد مترين أو أكثر الجدير بالإشارة هنا أن الأطفال هم أقل عرضة لمضاعفات المرض إذا لم يعانوا من أي أمراض مزمنة وفي كثير من الأحيان قد لا يعانون من أي أعراض طبعاً هناك عدة مبادرات داعمة والتي تهدف للتركيز على فئة كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والتي يقوم بها القطاع الصحي منها إجراء الفحوصات الصحية في المنازل لهذه الفئات وأيضاً توصيل الأدوية لهم إلى منازلهم وتقديم الدعم والاستشارات الطبية عن بعد أيضاً وردنا سؤال من برق الإمارات عن فتح مسابح الفنادق هل يمكن انتقال الفيروس عبر المياهها؟ طبعاً سؤال مهم لا يوجد دليل على أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 يمكن أن ينتقل خلال مياه حمامات السباحة أو أحواض الاستحمام أو المنتجعات الصحية ولكن نحن أيضاً ننصح الجمهور بتجنب الأماكن العامة والمزدحمة وأهمية اتباع الإجراءات الوقائية عند استخدام أحواض استباحة وضرورة تطبيق التباعد الجسدي في هذه الأماكن وتجنب استخدام الأدوات المشتركة مثل المناشف والكراسي وغيرها كما نشدد على الجهات التي تشرف على هذه الأماكن بضرورة تطبيق معايير الصحة والسلامة لمرتادي المسابح والشواطئ العامة أيضاً وردنا سؤالين من نشرة أخبار تلفزيون الإمارات وتلفزيون الشارقة حول زيادة أعداد المتشافين وسببها وهل السبب يعود لتغيير الخطة العلاجية أم التكوين الجيني للفيروس قد تغير طبعاً هناك عدة عوامل أسهمت ولله الحمد في تعزيز عملية الرعاية الصحية المقدمة والاستشفاء للحالات المصابة أولها تطبيق أحدث العلاجات الحديثة والمبتكرة في التعامل مع المصابين بفيروس كورونا حيث تعد دولة الإمارات من أوائل دول العالم التي بدأت باستخدام العلاجات المختلفة مثل الأدوية المضادة للفيروسات وأيضاً العلاج بالبلازمة للحالات الحريجة المصابة بكوفيد-19 ويتم تحديث هذه العلاجات وفقاً لآخر الأبحاث العلمية والمستجدات الطبية ويحدث التحديث بشكل مستمر العامل الثاني وهو توسيع نطاق الفحوصات حيث اعتمدت استراتيجية الإمارات في توسيع نطاق الفحوصات لتشمل أكبر عدد ممكن من الأفراد من المجتمع بهدف الكشف المبكر عن هذه الإصابات وعزلها وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها وتجنب مضاعفات المرض العامل الثالث وهو تعزيز القدرات الاستيعابية من خلال تخصيص عدد من المستشفيات والمراكز الطبية للتعامل مع حالات المصابين بعد التأكد من جاهزيتها التامة على صعيد الكوادر الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة لهذه المهمة العامل الرابع وهو الكوادر والمستلزمات حيث يعد توافر الكوادر البشرية وجميع التجهيزات والمعدات الطبية وأيضا المخزون الاستراتيجي للدواء من الركائز الأساسية للتصدي للوباء ومما لا شك فيه في أن ارتفاع حالات الشفاء من وباء كورونا في الإمارات ما كان ليتحقق لولا الجهد الكبير الذي يبذله كل العاملين في القطاع الطبي الذين قدموا من خلال عملهم في هذه الأزمة نموذج رائد للعطاء الإنساني والتضحية من أجل صون سلامة وصحة أفراد المجتمع الأخوة والأخوات جميعنا يدرك أن التباعد صعب ويؤثر على جوانب حياتنا المختلفة ولكن نحتاج إلى إعادة التذكير بأننا نحتاج اليوم إلى تبني أسلوب حياة مختلف يضمن لنا والإحبتنا الوقاية من المرأة صحيح أن نتعودنا خلال الأعياد السابقة على تجمعات الأهل والأصدقاء ولكن يجب علينا جميعا تحمل المسؤولية والتفكير في عواقب هذه التجمعات على سلامتنا سؤال بسيط فقط لو نسأل به أنفسنا ويعيد لنا التفكير باتخاذ هذه الخطوة أو تركها هل نحن على استعداد لتعريض أفراد عائلتنا لخطر الإصابة بالمرض؟ هذا العيد أفضل عيدية يمكن أن نحن نهديها لأهلنا وأحبابنا هو أن نحن نحميهم ونتبع التدابير الاحترازية بالتباعد الجسدي ولبس الكمامات وتعقيم الأسطح وغسل اليدين بالماء والصابون دائما تمنياتنا للجميع بالصحة والسلامة كل عام وإنتوا بخير الإخوة والأخوات حكومة دولة الإمارات لن تتخر جهدا في الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات ولكن هذه الجهود يتوجب أن تتكامل معها مسؤولية كل فرد منا للوصول جميعا إلى نتائج إيجابية تنعكس بإذن الله في القضاء على هذا المرض ولنحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع يتطلب منا جميعا التزاما وحرصا وتقيدا بالإجراءات وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وايد مهم أهلنا والمقيمين يقومون بشد الحزام خاصة في هالفترة ونشوف هالأرقام تنزل عندنا أهلنا يلتزمون بتوصلهم الرسالة وبيفهمونها أدام الله عليكم جميعا وافر الصحة والعافية ودمتم في بيوتكم آمين ترجمة نانسي قنقر